معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد الدكتور هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة مرحبا بك معنا دكتور هشام دعني أنطلق من التقرير الأخير الذي سمعناه قبل قليل كيف يشكل مقتل مهاجري وماذا يعني قتله بالنسبة للتنظيم ممكن أن نفهم أهمية المهاجر من أهمية المكاتب التي هو مسؤول عليها هو خليفة العدنان في مكتب ما يعرف بالهيئات هيئة الهجرة والمكاتب والعلاقات الخارجية أيضا هو عضو اللجنة المفوضة التي هي تمثل رأسة الوزراء المسؤولة على كل دواوين هذا التنظيم المتطرف وما تعرف بالولايات بالتالي أهميته تأتي أنه أحد الأعضاء المهمين الذين ينتخبهم البغدادي وأيضا جعلهم ضمن مجموعة فيها أياد الجميل وأياد العبيلي وطراد الجربة مقتله معناها تقطيع تلك العلاقات الخارجية أيضا الكثير من الشبكات التي غالبا ما تنتمي إلى هذا التنظيم بما يعرف بالقروبات المغلقة من التليجرام والويكر والويتساب لا يعرف الكثير عن هذه القروبات المغلقة إلا من هو بالدائر القريبة من أبو عبدالله الكوسوفو النتيجة ضياع هذه الخيوط ولملمتها وتجميعها تحتاج إلى وقت طويل لإحياءها وتفعيلها أيضا مقتل هذه الشخصية أيضا يفقدهم معرفة الحسابات ومعرفة الاستثمارات والأموال التي تم إخراجها إلى الخارج في سبيل إدارة تلك الشبكات الخارجية مع العمليات المضاقات العزل المعسكرات نعم خارج بالضبط سواء كانت في أوروبا أو خارج أوروبا في أندلوسيا ماليزيا وتلك الدول التي تنظيم فيها فروع بالتالي حقيقة هذه ضربة في فقرة عنقية لهذا التنظيم المتطرف هذه سوف تسبب لهم شللا ليس بالشلل المؤقت وإنما شلل لفترة طويلة حتى يستطيعون أن يعوضوا أولا شخصية بمثل هذه الشخصية وأخرى عودت تلك العلاقات والتواصلات والثقة وتبادل الثقة بين المسؤول الجديد والعناصر القديمة التي هي منتشرة أيضا في التاريخ مثل هذه ضربات حينما يقتل الفقرة التي هي توصل بين الرأس وباقي أعضاء جسم هذا التنظيم غالبا بعض أعضاء الجسم تسرق المال وتعلن ولا أهل تنظيم آخر أو ربما تسرق المال وتختفي خاصة أن داعش هي غنية بمثل هذه الأموال نعم إذن لماذا لا نرى البغدادي كسابق عهده كالفين وستة عشر وما قبلها يرثي وينعي سواء البغدادي أو تنظيمه هؤلاء القادة القبار أو ممن يوصفون برفقاء الدرب ما الذي تغير؟ التغير أن النكسات والبلايا التي أصبحت تصيبهم متتابعة وكثيرة وبالتالي لا تريد أن تكون مؤسسة الفرقان أو حتى بعض المصادر البيانية التي تظهر بيانات مثل أعماق أن تكون مصدرا للأحزان والرثاء وهي لا تريد إلا رفع المعنويات بهجمات تعرضية فاشلة كما يحدث في أطراف مدينة الموصل وفي أطراف المدن المحررة في العراق ويضا هم لا يريدون أن يدفعوا كثير من من تعلق بهذا التنظيم بسبب هذه الأسماء تنظيم داعش هو عبارة عن لملمة ناس ليسوا بعقائديين حماسيين عاطفيين أصابتهم الغواية العقائدية والدعائية لهذا التنظيم فجذبتهم إلى مثل أرض الصراع في العراق وسوريا وكان السبب الكبير في الجذب هي هذه الأسماء فحينما يتم إعلان ورثاء هذه الأسماء ربما يصاب الكثير منهم بإنهيار المعنويات ولعله يتردد ويفكر بالعودة إلى بلده الأصلي أو العودة إلى حياته التي هي قبل أن ينضم إلى هذا التنظيم المتطرد وربما يعني دكتور هشام ربما خاصة ممن هم ينتمون إلى جنسية أي من القائد على سبيل المثال إذا ما قتل قائد شيشاني فإن المقاتلين الشيشان بتلقائيا سيتعاطفون مع مقتله وربما تتزعزع أو يتزعزع انتمائهم للتنظيم لذلك يحاولون يحاول التنظيم إخفاء هذه المعلومات بشكل كبير أم ماذا؟ نعم هذا هو واقع ما يحدث وكما حدث في مقتل أبو عمر الشيشاني أخبروا عن مقتله بعد شهرين حينما وجدوا من يحل محله من نفس الجنسيات أو من نفس العرق وبالتالي حاولوا أن يخففوا الصدمة عن أتباعه الذين هم المقاتلين الأشرز في الكتاب الخاصة لهذا التنظيم المتطرف نعم إلى أين تذهب الأمور هلأ برأيك باختصار يعني في دقيقة إلى أين تذهب أمور مع استمرار المحارك في سوريا في الموسل وفي الرقة أمور التنظيم أقصد؟ يخسر هذا التنظيم أرض التمكين وينزوي في مناطق الهجين الشداد البوكمال القائم وهناك تكون معركته الأخيرة والتي هي خاسرة قطعا بإذن الله شكرا جزيلا دكتور هاشم الهاشمي خبير الجماعات المتشددة متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار صناعية من العاصمة العراقية بغداد ترجمة نانسي قنقر